اشتركوا في القناة ومن سيتي مؤلم بكل المقاييس مؤلم لكل عشاء الكرة الحلوة على اقل تأدير يعني انا عارف طبعا انه في النهاية وده درس مهم جدا درس اسمه القصة قصة 90 دقيقة لا لها علاقة بقى بتوقعات ولا لها علاقة بمقدمات ولا لها علاقة بمين فاز بطولة محلية ولا لها علاقة بالجاهزية ولا لها علاقة بأسماء المدينين الفنيين ولا لها علاقة حتى بأسماء اللعيبة لانه كل ده مبارح قبل التسعين ديه كان في حتة وبعد التسعين ديه خدنا في حتة تانية خالص انا هقف واتكلم مع حضراتكم النهاردة في نهاية شامبيونز ليج الحقيقة لانه في كتير الحقيقة من العبر والدروس المستفادة اللي بالتأكيد كرة دايما بتعلمها لنا وفي مناسبات كتير جدا ومطشاط كتير جدا بتأكد عليها بس خلينا ابتدي طبعا بالنادي الاهلي وطمن حضراتكم على أفشة وعلى محمد هاني طبعا الحمد لله الحمد لله الإصابات بسيطة وزي ما أكد كابتن سيد عبد الحفيز إنه إن شاء الله بإذن الله احنا بنتكلم على إنه محمد مجدي قفشة عنده جزعة في الرباط الداخلي للكاحل وده معناه إنه طبعا الاتنين هيغيبوا على مطش أمبي لكن قفشة إن شاء الله بإذن الله يمكن يحتاج إسبوعين وممكن يكون جاهز بشكل كبير جدا يتم تجهيزه يلحق مطش الترجي في تونس إن شاء الله المهم طبعا إنه بعد ما يرجع من الإصابة يبقى جاهز ولائق بدنيا عشان يشارك واحد من أهم اللاعبين في الموسم ده والموسم اللي فات الحقيقة مقدم مع الأهلي موسمين في منتهى القوة ولعب بالتأكيد وجوده مهم مع النادي الأهلي محمد هاني عنده شد في العضلة الأمامية ونتيجة الأشعة اللي خضع ليها قالت إنه الإصابة يمكن تحتاج لثلاث أسابيع تقريبا وبالتالي محمد هاني بعيد عن مطش أمبي وبعيد عن مطش الزهاب مع الترجي في دوري الأبطال إن شاء الله بإذن الله ممكن يكون جاهز في المباراة العودة نتمنى إن شاء الله أنه يلحق مطش العودة برضو هاني في أوقات كتيرة جدا يعني هاني الحقيقة أقدم أو أعتقد أوراق اعتماده يعني بعد فترة خاليني أقول كده فترة طويلة شوية يحتاجها عشان يوصل لمرحلة النطج اللي وصل لها بشكل كبير جدا وقدم أعلى مستويته في كاس العالم الأندية ونال حتى في تقييمنا هنا في السادسة تقييم حضراتكم اللي إحنا نتكلم عليه في السادسة كان واحد من أهم من جوم النادي الأهلي في بطولة العالم الأندية إن شاء الله بإذن الله يرجع لنا بالسلامة ويكون إضافة كبيرة جدا المريح أو اللي يطمن إنه لأول مرة من فترة طويلة قايمة النادي الأهلي خالية من الإصابات يعني باستثناء أفشا ومحمد هاني اللي عندهم إصابات ملعب ومعاهم محمد محمود اللي جاهز فنيا وبدنيا لكن من ناحية الكورونا طبعا محتاج شوية وقت غير كده القايمة كلها مكتملة حتى اللي كانوا بعيدة لهم فترة طويلة جدا زي كريم ندفد أكبر علامات الاستفهام اللي كانت موجودة بالنسبة للجماهير جاهز وبيتمرن وإن شاء الله بإذن الله ياخد ليقت المتشاط ويكون موجود في يعني قريب جدا مع النادي الأهلي كريم ندفد بالمناسبة واحد من اللعيبة اللي تقدر تحط عليهم أمل كبير كده لعيب كورة بمقيس أوروبية أنا بشوفه قريب شوية في الستايل من كيفين دي براين يعني مع فرق طبعا الإمكانيات والخبرات لكن أنا بشوف أماشا لعيب لعيب مواصفات أوروبية الحقيقة يا كريم ندفد نتمنى إن شاء الله بإذن الله إنه يعود الفترة اللي غاب فيها عن الملاعب وإن شاء الله يكون موجود مع الفريق في محتاجين الحقيقة زي ما قلتلكم وزي ما اتفقنا برح اللي جاي كله مطشاط كؤوس هتكلم شوية عن الدوري والدوري المصري بالنسبة لي مشكلة مش بس مشكلة عشان مفترض إنه زي ما أكد المسؤولين في اتحاد الكرة إنه المسابقة إن شاء الله هتنتهي على أقصى تقدير يوم 30 سبتمبر المقبل وده المعادل كان محدد من أول ما ابتدينا المسابقة فعلا حتى يمكن الاتحاد كان اقترح من فترة كده إنه يحاول ينهي المطشاط الدوري أو ينهي المسابقة في شهر أغسطس اللي جاي لكن طبعا يعني في مشاكل كتيرة جدا في ده أهمها طبعا وأبرزها المؤجلات لأنه في بعض كان في محاولات إنه المؤجلات دي تتلعب خلال فترة التوقف الدولي في شهر يونيو اللي جاي ده على طول لكن الأندية طبعا رفضت إنها تلعب بدون لعبيها الدوليين وخدوا بالحضراتكم إنه إحنا شبس بنتكلم على اللعيبة المصرية اللي هتنضم لمعسكر المنتخب سواء منتخب كبير أو منتخب أوليمبي لكن كمان في عدد الدولي المصري النهاردة في عدد كبير جدا من اللعبين المحترفين الأفرقى وغيرهم وبالتالي منهم كتير جدا بيلعبوا مع منتخباتهم فده هيأثر بشكل كبير جدا على استكمال أو على أقامة المؤجلات المشكلة بالنسبة لي أنا هنا اللي تخصيني يعني أو اللي ممكن أتكلم عليها هي مطشط الأهل وطبعا يعني حضراتكم عارفين وإحنا سبقوا وتكلمنا إنه